موسيقى 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 مشهلاك يا رف في كل مكان أهلا بيكوا في حلقة جديدة من حلقات برنامج حبيب العيال استكمالا لسلسلة الحلقات اللي قلنا منتكلم فيها عن مراحل تطور ونمو الطفل حديث الولادة من حديث الولادة واحد عمر سنة مهاردة نتكلم معاكم في باقي هذه المراحل كيف نتعامل بها كيف للأم أن تتعامل مع هذه المرحلة لأنني أعتقد أنها من المراحل الحرجة في حياة الطفل إذا تمت متابعتها بشكل جيد بيصبح الطفل صحيا ونفسيا كمان بيكون كويس إذا لم يتم التعامل معها بالدرجة الكافية من الاحترافية ومن المهارة ومن الوعي الكافي لدى الأم أحيانا بيكون في مشاكل بعد كده بتكون في حياة الطفل صحيا في كثير من الأحوال فتحنا هذا الموضوع نظرا لرغبتنا في رفع وعي الأم رفع وعي الأمهات الجداد اللي لسه عندهم أطفال جداد وبالتالي خدناهم في رحلة من أول مش بس من أول ما الطفل يتولد لا ده من أول ما الطفل جنين في بطنها كيف تغذيه تغذية سليمة صحيحة وكيف تحافظ على صحتها لأنه ده بالطبع يعود على الطفل قبل نبدأ حلقتنا مع ضيفي الكريم اللي بنوارني دائما هيكون بس معايا صورة لطفل عمره سنة عمره يعني تقريبا سبع أو ثمان سنوات الطفل ده تغيب من سنة ونص هذا الطفل تغيب منذ سنة ونص اسمه محمد مصطفى عبد العظيم من محافظة الفيوم مركز النورس تغيب في ظروف غامضة الطفل لا يعاني من أي مشكلات عقلية تعوقوا عن عرفة من هو وكيف يذهب وأين خرج الأسباب التي خرج بسببها من المنزل يعني مش ده موضوعنا ولكن صورة موجودة على الشاشة إذا وجده أحد في أي مكان من الممكن أن يتواصل معنا على قناة صحة الجمال ونساعد إن شاء الله بإذن الله في إرجاع هذا الطفل مرة أخرى إلى أسرته موضوع حلقتنا النهاردة كما بدأت في بداية الحلقة نتكلم عن مراحل تطور الجانين وده الجزء الثالث باقي الأجزاء موجودة على صفحة القناة على اليوتيوب تقدر تتابع الجزء الأول والثاني من فقرات برنامج حبيب العيال ضيفي الكريم الدكتور أحمد سلام محمد أخصى أهلا بكم نهارا دايما دكتور أحمد أهلا وسهلا دكتور أحمد ودايما حبيب العيال وحبيب المشاهدين والمستمعين في كل مكان يا رب دايما النهاردة استكمالا لما بدأنا ذكره في مسألة مراحل تطور نمو الطفل من وهو لحمة حمرة زي ما بيقوله أو قبل حتى ما يبقى لحمة حمرة إلى أن يصبح طفل عمره 12 شهر كلمنا عن التغذية كلمنا عن النمو الحرقي والزهني وما إلى ذلك نهاردة نتكلم عن مشكلة كانت تكون أو سؤال يسأله الكثير من الأمهات عن إمتى فتحتي المخ أو بيقفلوا إمتى بتقفل وعزين بس نوضح بس الناس تقولك فيه خرم في المخ عزين نوضح إيه هي فتحات المخ وكيف ومتى يتم إغلاقها أو إحكمها أولا براحب بكس دكتور خالد وبرحب السيدة المشاهدين النهاردة استكمالا لجزء الثالث لمرحلة تطور الطفل منذ الولادة حتى عمر سنة موضوع يا جماعة فتحة المخ موضوع مهم جدا لأن أصبح الأمهات مش عارفة الطفل ده عنده كم فتحة وإيه بتقفل إمتى وإيه الخطر لو ما قفلتش ولا حاجة فلازم أقول لهم إحنا عندنا فتحتين فتحة قدام بنسميها أنتيرو فنتانيل وفتحة وراء بنسميها البستيرو يعني الخلفية يعني فتحتين واحدة أمامية ووحدة خلفية الخلفي يا جماعة بتقفل بعد الولادة مباشرة بس بنسب لها شهر بمعنى لو حضرتك ابنك لقيت فتحة الفتحة اللي هي الخلفية لسه ما قفلتش لا بتصبري شهر بنصبر عليها بتستعجليش يا المشكلة بتستعجليش أو تخافي الفتحة الأمامية بنقسمها على مقياس إزاي إن هي بتبقى كبيرة مثلا على قد ثلاث صوابع لحد ست شهور بعد كده عند تسعة شهور تبقى صبعين بعد كده بتقفل خلال سنة وسنة ونص أنا عاوز أقول إيه في الموضوع ده أنا عاوز أقول يا جماعة الفتحة المخل اتنين دول مهمين جدا علشان كده لازم حضرتك أو حضرتك تمسيكي الطفل بالذات من رأسه بطريقة مرنة بسيطة ليه؟ لأن دي اتواصلة للمخ من جوه دي أول لقطة أنا كنا حتى تكلمنا عن كيف نتحكي كيف نمسيكه إزاي نمسيكه إزاي نمسيكه إزاي نتحركه إزاي نتعمل معه عشان ما يجلناش طفل عنده تشوهات في عموده الفقري في إدراعه في كتفه في إيده تمام اللي عاوز أقوله يا جماعة أنتو لازم تدقاوا على فتحة المخ اللي تفلق لأن دي مهمة جدا أنا مش بنخوف لا مهمة جدا أن لو فتحة المخ اللي هي وراء فضرة مفتوحة أو دي بندور على حاجة معينة ألا وهي إما نقص كالسيوم يا إما بنعمل حاجة اسمها سيتي أنا أشعة على أنا أشعة مخطاع المخ أشعة مخطاع المخ نتطمن على أعضاء ووضع المخ تمام ولا لا دي أول حاجة وثاني حاجة الفتحة الأمامية لو حضرتك لأتيها أفلت بسرعة ما تخافيش برضو طيب يعني لو أفلت بسرعة ما تقلقش لحد ستة شهور لحد ستة شهور ما تقلقش ما تقلقش طيب لو لأتيها مسألة خايفة آه تأخرت آه لأ كده بقى ندور نعمل برضوك أشعة مخطاعية عن مخ إذن النقطة ببساطة يا جماعة دققوا على الفتحتين دول نزدققهم إزاي إنه ليس فتحة أمامية وفتحة خلفية فتحة خلفية بتغلق تماما بعد الولادة مباشرة وبنسبع شهر تماما الفتحة الأمامية أحيانا بتاخد تدريجيا من حد ستة شهور سنة سنة ونص سنة سنة ونص وبيتم إغلاقها تماما في بعض الحالات إذا تأخرت أو إذا تأخر إغلاق الفتحة الأمامية للمخ هنعمل أشعة مخطاعية إيه الإجراءات أو الفقصات التانية ولو استأذنك يا دكتور هالي ولو قفلت بسرعة ولو قفلت بسرعة ده دليل على إيه يعني يؤشر إلى إيه يؤشر إحنا بناخدها البساطة الأول عشان ما نصعبش الأمور من الأسهل للأصعب ممكن يكون لسه نقص في النمو والأم كانت ضعيفة شوية نقص كالسيوم ولا حاجة أو بنعمل بقى أشعة مقطعية المخ نشوف أعضاء اللي جوا في المخ هل في حاجة غير مكتملة ولا لا ولو لحقناها بدري هنقدر نسيطر عليها دي أول نقطة مهمة جدا بقولها لكل الأمهات دايما يا دكتور أحمد بيبقى عندنا مؤشرات هذه المؤشرات ممكن تقول حتى ودكتور النسا كده بيتضمن على الجنين يقولك أنه هذا الطفل معرض لدخول الرعاية المركزة أو يعني ما بينك وصين كده الحضانة تقلق الأم وتسور ويسور معها الأب بفكرة أن أنا ابني مش هايزيخش حضانة نظرا لخطورة الحضانة أو أين كان السبب اللي الناس بتقلق من دخول الأطفال عدوة أو ما إلى ذلك والطفل لسه صغير وأنا بيجضمن الحضانة والقصة الطويلة العريضة اللي دا أين مما نسمع عنها تمام إيه هي العلامات اللي ممكن أو إيه هم الأطفال المعرضين لدخول الحضانة أو الرعاية المركزة تمام هي فيه علامات أثناء الحمل في أواخر الحمل دكتور النسا والتوليد بيكون عارفها وبيقول لي الأم خلي بالك مثلا عندها ضعف وأنينيا جديد عندها مشاكل في السكر اللي نتكلم علىها نقطة مهمة جدا سكر الحمل سكر الحمل يعني يحدد سكر الحمل يشير سكر السكر سكر الحمل لنفسه عرض مرضي من الأعراض اللي تصير كثير من السيدات المياه عندها بدأت تقل تدريبية ووزن الطفل منزل فكل دا لازم نعرف إن احتمال الطفل دا يدخل الحضان دا دي النقطة لأثناء الحمل أواخر الحمل بعد الحمل مثلا الأم مثلا بتردع الطفل فجأة إن هو حصل له نهجان أو زرقان أو الولا مش عاوز يرضع تماما دربات الألف سريعة وصدره طالع نازل دا برضك ملاحظ بالعين اه دي حضرتك معناها إنه لابد إن احنا نعمله فحص في الحضان فحص في الحضان اه لازم نشوف نلحقه طيب النقطة اللي بعد كده ايه برضك الطفل دا احنا ناخده من فوق لتاحت قلنا الصدر إنه الطفل دا بنهج عنده نهجان شديد صدره طالع نازل ما برضعش رضعته سيئة جدا ما بيمصش ودي مهمة جدا اللي أمهاتنا بتاخدش بالها مص الطفل مهم جدا طريقة الطفل بيمص كويس ولا لا هي دي مهمة اه ليه عشان دي بتيجي إصارة وإشارة من الجهاز العصد ايوه لو الطفل في المص بتاعه بطيء لابد إن احنا نبدأ نتحرك ونعرف الرياكشن والتفاعل دا سببه ايه دي بقى تاني حاجة بنقول الطفل دا المص بتاع الطفل دا ضعيف نعرف يبقى دي برضو لازم حضرتك تفحص الطفل دا تمام قلنا ضربات قلبه سريعة وبدأ الطفل دا وهو بيعمل مجهود بيعيط أو بيرضع بيبدأ يحصل زرقان زرقان إزاي إن حوالين الأنف أو فمه أو الأطراف حضرتك هتبدأ تتحركي ويروح للحضان طيب فيه كمان آه فيه أصعب الطفل دا بيرضع يا دكتور دا بيرجع ترجيع كتير دف باستمرار وواصنه بيقل باستمرار وساعات الترجيع دا بيبقى فيه دم أو فيه حاجات صفرة ترجيع فيه غير الترجيع الطبيعي آه غير الطبيعي دم أو شكله أصفر أو آه تقول لك فيه بايل استيند أو فيه حاجة صفرة لا بيبدأ برضو دي مؤشر إن إحنا نبدأ نتحرك كويس تمام ايه تاني دي كده مؤشرات يا دكتور أحمن لسه آه موضوع السدر وموضوع عدم الرضاعة وموضوع مص للطفل دي كلها ملاحظتها للأم في البداية خلينا نتوقف هنا ممكن إن هي تحمي الطفل من إيه لو الأم قبل ما نكمل الأعراض تمام قبل ما نكمل النقط دي إن أنا عشان الأم تقرف أيوه وما تلاقي أي عرض من دا تتحرك المهمة في إيه إن أنت أنا بقول دايما في حديث الولادة لو فحصت الطفل ولحصت أي عرض باكر بدري هتقدر تسيطر عليه كويس يعني والعكس صحيح ملاحظة الأم ملاحظة الأم وزكاء الأم للطفل ووعي الأم ارتفاع وعي الأم عن طريق المعرفة الجيدة بإيه الحاجات اللي المفروض تلاحظها هيحمل طفل من أنه تتضاهر حالاته الصحية ويتم علاجه كانت المشكلة البدري هتتحل بدري بدل ما تتطور بدل ما تتطور كويس ونقدر نلحق كويس قلنا ترجيع باستمرار ووزنه بيقل نعكس بقى الطفل ده عدم التبول وده مهمة جدا دكتور ده ما بتفرحي دكتور أحمد لما تلاقي الطفل ما بيتبولش كتير ننضيف يعني لا مش ننضيف مشكلة لا 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 ده بتبقى مشكلة بتريح نفسها شوية اه بس لا ده مشكلة عدم التبول ده برضك لازم حضرتك تتحركي كويس الطفل ده بطنه محجرة تماما وفيه إمساك مزمن لازم تتحركي خوفا لقدر الله ده فيه إنسداد في الأم يبقى إذن إذن ده مؤشرات لازم أنا بقولها للأم لو لقتيها في طفلك بداية تحركي بادري مفيش فها خطورة بس بداية تحركي بادري يبقى عندك وعي له والتحركي أنه يطلع يروح الحضانة بحيس يتعمله فحص مستمع كويس تسأل أم دلوقتي تقولك هو المفروض كم عدد المرات اللي الطفل اللي المفروض يدخل فيها يعني يعمل فيها ببية تمام الحمام الحمام متوسط يعني ده أنا عاوز أقولي الأم أنت بيتخافي من نقطة وبتركز عليها تقول يا دكتور ابن عنده لا ده ابنه عنده إسهال كتير نخش حمام كتير وحمامه أخضر أيوة إزاي تقول لي والله يا دكتور أنا الوحد ده بردعه بلاقيه كل ما برضع يعمل حمام كل ما برضع يعمل حمام مش كده وبس لا ده وحمام أخضر أيوة وأجوز أن الطفل عليه كويس أنا بقول لحضرتك طبيعي أن الطفل كل ما برضع يعمل حمام لأنه بيحصل توازن في الجهاز الهضم وده حاجة طبيعية يبقى ما تخافيش منها طالما وزنه كويس تاني المقطة حمام أخضر حضرتك يزيبت كل علشان أنت سيبتي البراز في البومبرز شوية فبالتالي تحول للون الأخضر ده مش بارد زي ما حضراتكم بتقولوا أيوة ده عنده بارد بتدلع لكده إن حمامه حمامه أخضر ده أخضر عشان أنت اتأخرت شوية وطبيعي أن الطفل يجيب يعمل حمام بمعدل 3-4 مرات في اليوم في البداية ده طبيعي جدا مفيهوش أي مشكلة مفيهوش أي مشاكل أقلي من كده أو عدم أن الطفل يعمل حمام بشكل مستمر أقلي من كده لو بطنه مش محجرة لو بطنه مش محجرة خلاص لينة ومرنة والأمور تمام ممكن فيه أطفال متعودة أن يكون عندها إمساك مؤقت إمساك مؤقت يوم أو يومين ما يعملوش فيهو على الثالث يعملو ما بنتحركش في الإمساك ألا بعد الرابع أو الخمس كويس طيب طيب طفل يقول لك الطفل شرق فجأة آه حصله خنقة تمام كيف نتعامل مع الطفل اللي شرق فجأة أو الطفل اللي حصله خنقة أنت دكتور خالد جبت نقطة مهمة جدا وبدأت تحصل أيام دي ونتيجة الأجواء اللي إحنا فيها إنه ما عادش فيه طوارئ كتير وفيه زحمة لازم لنأم مش بس كده دكتور رحمد إنه حتى بنحاول نبعد قدر المستطاع الأطفال عن الزهب إلى المستشفات أو التكدسات أو العيادات أو في وصل الشتة أنه يخرج كتير فيها ياخد شوية ويجي له برد فالمشكلة تزيد يعني نحاول نحافظ من البيت ونحاول نوعي الأم والأب إزاي تتحرقهم في حالة ابنك حصل له اختناء نتيجة شرق منك وبرضع وبدأ يزرق بلع أي حاجة هنقسمها طفل حديث الولادة والطفل العادي كويس تمام أول حاجة العاطفة رميها على جنب آه لمشكلتنا ما يحصل حاجة الحق يتجمعهم حوالين الطفل ومش يعملوا حاجة لابد أول حاجة تهوية المكان لقى العادة مصرية أصيلة مع الأطفال ومع الكبار اللي بيعرف واللي ما بيعرفش بيتلمى حوالين الطفل وده غلط فلمة العيلة حوالين الطفل اللي عنده شرقة ولا خنقة دي هتخنوه أكتر بالظابط كويس عاوزين أكسجين يبقى أهم حاجة هي تهوية المكان عشان الطفل ده يكتسب أكسجين خارجي ده أول حاجة تالي حاجة يبقى عندك يعني حكمة حكمة الموضوع ده طيب إحنا معنا فيديو كمان قبل ما نشوف الفيديو قبل ما نشوف الفيديو أنا هشرحها عشان إزاي الطريقة أنت ابنك الطفل حديث الولادة هصال له اختناء أول حاجة أنت بتضغطي على الطفل بإصبائك الاثنين حديث الولادة هنا كده بتخبطي الأول على ظهره يعني بتبقى كده على بطنه كده وتخبطي على ظهره هنا كده حوالي خمس مرات كويس ما طلعش أول الشرق دي أو لسه الطفل مراحلش نرجع نقوم رحيل نرجعينه على ظهره تاني ونبقى بالصبعين دول في وسط صدره سي بي آر بالظبط كده الطفل حديث الولادة بسبوعين بس لا بحدش عام بإيديل اتنين يطير القفل السدري خمس مرات بنقرر العملية ديت حوالي تلات أربع مرات طبعا الطفل خلاص طلع اللي كان بلعه وكده ده خير وبركة الحمد لله ده طفل حديث الولادة طب لو طفل بقى كبير شوية باجي عمر سنة مثلا أو أكتر تلات سنين بيأكل طفاحة بيأكل أي حاجة أنا باجي ده إما بتجي في طفل بيأكل لب بيأكل ملبساية وقعك وده مشكلة بنلاقي ساعات فرقة اشر الليب بقى اشر الليب بقى او تعمش قادر يمضغه فأم قالك إيه أكله بيأكل احنا بنيجي على الطفل من وراء وبنمسك إيدينا كده ونضغط على صدره من تحت على الحجاب الحاجز نطلع لفوق خمس مرة ننصح الأم تعمل ده في التوارق ولا بعد ما تعمل ده تروح بيلمستشفى لا بعد ما خلاص وعي الطفل كويلس تروح بيلمستشفى لازم أوه عشان تطمن عن فيتال صين والعملات الحيوية الأم ممكن تعرف الكلمتين دول تاخد تجرب مع الطفل ده ومع الطفل التاني وبعد كده خلاص بقى بقى زيل فل ما تنزلش بيلي على عيادة ولا على المستشفى لا 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 أنا بقول ليه تعملت كده لأن أنت لو عشان تروحي للمستشفى ممكن الطفل ده يحصل له أي مشكلة أو أي استرس ده بنسميه إسعافات أولية فرست إيد فقط فقط أنت مش بتعالجي ده أنت بتتعلمي تحمي ابنك وبعد كده تروحي دي الأقرب مستشفى بس فدي فيه فيديو يريد بقى الكنترول يبينه والحد ما يجهز الفيديو فيه مشكلة أو يمكن مش عارف مدى خطورتها من عدمه الأم اللي بتلبس الطفل كتير قوي لدرجة أن الطفل بيحس أنه كم اللبس اللي عليه أكتر من وزنه أصلا في حس أنه هيتخنق تمام دي مشكلة آه يعني وده فيه كمان أن الطفل ممكن يا دكتور خالد يقعد يعيط ويحصل له صراح مستمر وبكاء شديد ندور على السبب لا ما أغص ولا كذا ويطلع عشان اللبس بيطلع عشان اللبس بالصبب واللبس بقيل حد الفيديو جاهز بس الفيديو اللي فيه الطفل شارقة الطفل وكيف نتعامل معه آه اللبس يا دكتور خالد اللبس إن الأم بتيجي اعتقادا منها أما تلبسه كتير يحصل إن دي كده بتحمي الطفل لا عليك إن أنت اللبس تدريجي أنت بتبقى أربع خمس قطع بتقرن بنفسك بمعنى إيه أنت لابسة ثلاث قطع وحسة إن أنت مثلا دفيانة زودة قطع للطفل ومن الداخل للخارج يعني من جوه كانوا أيام زمان بيعملوا إيه جرناب بيدفه من جوه الأول يبقى أنت بتبقى تدريجي بتشوفي إيده الطفل ورجليه وتشوفي هل هو بردان ولا لأ طب نفرض الطفل ده كويس أنت بتشوفي ثلاث قطع خلاص زوده إنت أربعة إنت أربعة يبقى هو خمسة ما تزودش أكتر وما تخففيش طبعا دي كده تدريجي جدا تدريجيا على فكرة إنه اللبس الكتير ما هوش مستحب زي زي إننا أنه دفيان أما فاكرين أما بيعتقدوا لك أنا مش هخفف عشان ما يتعبش لا أما حضرك لو تقلت زيادة عن نظوم هيتعب كويس ده الفيديو معنا هو ياريت الصوت اللي هنا الطفل ياريت ترجعه تاني بعد إذن الكونترول طب نرجع بس الفيديو كده من أوله نرجع الفيديو من أوله بالصوت أنت أعايش بالصوت؟ أيوه بالصوت برضو هو طيب عايزين ناخد الفيديو ده بالصوت يعني بالصوت لو ستمحت ناخد الفيديو ده بالصوت دي نقطة مهمة أنا حضرتك قلتها بالذات انت كيضيتها في الموسم ده اللي هو اللبس طيس يعني دي مشكلة الأمهات بالنسبة للنبس الوقت احنا بدأنا دخلين على تغيير موسم يعني من الشتاء للربيع وده اكبر موسم في تعب البرد فانت حضرتك اما تيجي تخففي تخففي للطفل عكس ما بيتلبسيه من الاول ازاي انا مثلا دخل على الشتاء فبلبس من الاول تقيل من جوه لبرا اجي بقى اجي انا عاوز اخفف للطفل تدريجي اشيب قطع من برا الاول من برا الاول ده نقطة مهمة جدا والايام ده اكيد موسم الامهات عاوزين يعرفوا يا دكتور هنخفف ازاي افرد الجواب احر ما تخففيش فجأة طيب خلينا يا دكتور احمد نروح للفيديو ده نشوفه ونرجع مرة تانية نكمل ما بدأناه في مراحل تطور ونمو الجنين حديث الولادة وحتى عمر سنة نروح لفاصل ونعود مراتا اخرى نشوف هذا الفيديو ونعود نعمل ايه نعمل ايه احااااا نعمل ايه نعمل الان نعمل احااااااااااااااااااه オでは Hodrij apostles قيلا اشياء أ parameter قيلا احااا احااااااا coastal ثلاثت ثلاثت تحصيل محيدة وفشد منatan، بالج sustainability مرحبا ورجعنا لكم مرة تانية ومكملين معاكو موضوح حلقات النهاردة عن مراحل تطور نمو الطفل لحديث الولادة وحتى عمر سارة دكتور رحمد كنا شفنا يعني أحد الأطباء بيحاول أن هو يساعد طفل في أنه عنده شرقة أو خنقة أو حاجة فبيقول الوسائل بأكتر منصير الوصلتين اللي تكلمنا عنهم يعني تمام تمام خيز حاببت تعليق دكتور رحمد على هذا الفيديو؟ في تعليق حاببت تقوله عليه؟ أنا للتعليق اللي قلته يا جماعة في الوقت ده هو وارد أن يحصل اختناء لأي طفل سواء طفل حديث الولادة أو طفل كبير لازم في الوقت ده زي ما أقوله يبقى فيه هدوء وحكمة في الموضوع اتفكره كويس وتهوية المكان وبردك لو لقدر الله خلاص فيه صعوبة في التنفس برضك أنت تنفسي مع طفل اللي هو الـ CBR لو حد عايز يخش يبحث عن الـ CBR أو التنفس الصناعي بسبعين وفي منتصب السدر وخمس مرات وبعد كده يقوم بالتنفس ويفضل يحط واقي أو يحط حاجة ما بين نفس وطفل وما بين ماوس وماوس وماوس كويس تمام طيب في بعض الأطفال بيبقى على سنان الطفل بقعة لونها أصمر تمام ايه هي البقعة الصمرة دي؟ ومعناها ايه لما بلاقيها على سنة الطفل؟ تمام هو يا ريت يا فيه صورة بين اه فيه صورة لسن الطفل عليها بقعة صمرة؟ اه كويس دي أغلب بتيجي لأم تقول دكتور انت سنان ابني على بعصمرة كتير أنا مش عارفة ده سبب أو حاجة صفرة أو هكذا أنا هل ده سببين؟ أنا بقول للحضرات ده الصورة هي اه الصورة ببين ان فيه بعصمرة لطفل ده ده أولا ده أسنان لبنية ما تخافش منها بتتغير بعد ست سنين بس بيكون أسبابها أولا أسباب غذائية يعني سوقتها غذية نقص كالسيوم وبركز على مادة الزنك لأن مادة الزنك ونقص الكالسيوم دول عملين أساسيين لبناء الأسنان فبالتالي ده سبب أولا أن الكالسيوم بتاع الطفل ده ضعيف شوية ومادة الزنك فبنعوض للموضوع ده بحيث الأسنان دي اللبنية أما تيجي تتحول لسبتة أن يكون علينا الموضوع ده ده أول نقطة النقطة الثانية أن حضرتك كتر الحلويات والسكريات والشوكولاتة ممكن تعمل تسوس وتعمل البعع الصمراء عشان كده بينصح بعدم تناول كميات كبيرة من الأطعمة اللي عليها مواد حفظة مواد حفظة سكريات وكلام ده كل بالضبط كده تالي حاجة أنا بلاحظها أن الطفل هو نايم بتدوله يعني الرضع كتير الرضاعة الطفل ليلا باستمرار برضو بتؤدي إلى بقع صمراء بالطريقة دي ده يخدنا بقى دكتور أحمن في حيثة خانية خالص ما هو الوقت المناسب أو الأوقات المناسبة لرضاعة الطفل للرضاعة بتاعت الطفل نحن بنقول إن بالليل ما تردعوش بالليل كتير تمام طيب هل في أوقات بقى كده ناخدها بالتدريج كده نقول دي أفضل الأوقات لرضاعة الطفل أنا بقول للأم أولا إن حديث الولادة وارد جدا إن أنت ما بتردعها الرضاعة الطبعية هي الأهم الرضاعة الطبعية هي 100% هي الأهم بتعملي فاصل ما بين كل رضع ورضع خلال ساعة ونص أو ساعتين تمام الطفل ده بتيجي أوقات تقولي إيه يا دكتور الإبني نايم بقى له خمس ساعات أو ست ساعات مش عارف عمل إيه نمو الطفل برضو كويس جدا أثناء النوم تمام طيب الفترة أنا بتكلم في الموضوع بتاع الأسنان ده إن الطفل ده خلاص نشأ وبدأ الأسنان تظهر خلاص تماما بنديره رضعة لبن في الببرونا بالليل كتير باستمرار فدي بتعمل البوع الصمرة دي أنا بقولي الأم نقطة مهمة اللي هو حديث الولادة حضرتك أولا ما تخافيش لو ابنك نايم باستمرار لو ابنك نايم باستمرار مثلا تقولي أنا خيفة عشان الرضاع لا ده نمو وحكمة من عند ربنا لو ابنك ده محتاج إن هو يرضع هيحصل له بكاء وكل ده هم اكتشفوا الوقتي إن كل صراخ للطفل معين بيدل على حاجة أيوة وصراخ الجوع ببقى الأم نفسها زكية بتعرف آه ده هو بيعايت عشان كدر تكرار الصراخ لما بيكون جعان في تقولك لو أكيدا جعان فدي حكمة من عند ربنا مش هيبقى نايم هو جعان ده أول حاجة يبقى النوم مهم جدا للطفل الطفل وارد جدا إن هو يعيط صراخ بمعدل 3-4 ساعات في اليوم حديث الولادة ما تلاقيش ده طبيعي جدا عشان يعمل تكملة للمو الجهاز التنفس فاصل الرضاعة الطبيعية ساعتين ساعة ونصف أو ساعتين بين الرضاعة والتانية وهي يفضل إن تكون الرضاعة يعني مش وقت النوم مباشرة يعني قبل وقت النوم على أقل يعني مثلا أنا بردع صناعي مدخل لبن صناعي مع الطبيعي يفضل حضرتك قبل النوم لبن طبيعي بتاعك قبل النوم يفضل لبن الطبيعي وبالنهار يفضل الصبح بردك لبن بتاعك ما بين الرضاعة الطبيعية هو اللبن الصناعي يعني لو ردتبناه كده صباحا طبيعي قبل النوم طبيعي في النص ممكن ندخل اللبن الصناعي اللي احنا بندخل ولسه طبعاً هنكلم نقطة مهمة بعدين إن شاء الله على الوقتي إزاي هنأكل الطفلة إمتى بقى جزء الخاص بالتغذية بقى نعمل ما نفش للجزء الخاص بالتغذية دكتور أحمد مشكلة من المشكلات التي تصيب بعض الأمهات أثناء فترة الحمل ما يطلق عليه ما بينقصين كده سكر الحمل وعشان بس الناس ما تتخضش يعني هو بيبقى عرض مؤقت أثناء فترة الحمل زي السكر وضغط الحمل اتفاع في ضغط الحمل أثناء الحمل ترى هل ده يؤثر على الجنين هل ده يؤثر على الطفل أول ما يولد يبقى عنده مشكلة ولا لا يؤثر ومجرد ما حصلت الأولادة مجرد ما انتهى هذا العرض تمام دي نقطة مهمة جداً أنا حبيت أقولها للأمهات لإن بدأت تظهر ألا وهي أن الأم بيكون عندها سكر بالقصين مؤقت أثناء الحمل السكر بتاع الحمل ده لازم نتكلم عليه بطريقة مطولة شوية للسيدة المشاهدين حتى معنا صور بتوضح ده في صورتين السكر الحمل وتأثيره على الجنين وحديث الولادة بيعمل إيه بالظبط وهنتحكم إزاي السكر أثناء الحمل اللي هو المؤقت بيظهر وأنا بدأ من الشهر الرابع من الشهر الرابع الخامس للسادس وبنختصر عند الإسبوع الـ 26 و27 تمام؟ مشكلة السكر أنا بقول إيه أنت ليه يا أم؟ ليه حضرتك أولاً؟ بيبقى فيه مشكلتين الأم عندها ابن والتاني تيجي على التالت تقولك إيه؟ أنا معتش هتابع مع دكتور نيسة بقى خلاص أنا عرفت بقى كيف أتعامل أنا مع سكر الحمل؟ لا معتمدين على الضغط ونقص الحديد والفوليك أسد ووا ووا وسيبين السكر يعني في أزهانهم مش معتقدين أنه ممكن يحصل سكر كيش فدي بتنتشر في الأم اللي كان اللي عندها الإبن الثالث ومش متابعة مع دكتور نيسة كيش وده اللي احنا بنقول يا سيتك كل لو حضرتك حامل لازم تتابع مع دكتور نيسة بالذات في الشهر الرابع ليه؟ لأنه بيدقى على الـ vital sign العامات الحوية السكر والضغط والضغط والوزن والفيتامينز والوزن وهكذا طب أنا بدأ وبقول لي يا جماعة لأن للأسف أن السكر ممكن ما يبقاش ليه أعراض يا دكتور خالد سكر المؤقت وبعض الأحيان لا تظهر أعراضه عند السيدة الناسبة كبيرة 90 في المنزة يبقاش ليه أعراض تمام؟ طب لو حصل أعراض إيه لوضع بتاعه؟ لا يا دكتور رحمد حتى خليني بس أقول إنه التاريخ المرضي للأم أو لأريبتها أو لأختها أو لولدتها لو قالت لها إن أنا عندي سكر حمل أو عندي ضغط حمل فهي أقرب امرأة أو أقرب سيدة إنها تتابع الحمل بتاعها لأن الحمل في بعض الأحيان هيكون فيه مشكلة فما بينقصين الهيسترهيلسي للأم أو للأسرة أعتقد إنه بيكون شيء مفيد وجيد جدا للأم والأسرة خلينا نفسر براحة كده إيه هي؟ الأعراض اللي ممكن تظهر للأم تقول إنه ممكن يبقى عنده سكر مأقت طيب الطفل ده إيه أسباب السكر الحمل برضو؟ الطفل ده ما يتولد نعمل إيه بالظبط؟ نجهز إيه؟ إيه استعداداتنا؟ إحنا بنقول إنه ممكن بالنسبة كبيرة يبقاش فيه أعراض طيب إيه الأعراض؟ الأعراض إن الدكتور مثلا إنه زيادة وزن الطفل الطفل بيزيد بنسبة كبيرة تاني حاجة المية دي بيزبط إيه سبب سكر الحمل؟ إنه نسبة امتصاص السكر في الدم قليلة فبالتالي السكر بيزيد فين في الدم؟ وبالتالي بيتراقم وبالتالي بيزيد نمو الجنين في رحم الأم وبالتالي الطفل ده وزنه بيزيد والمية بتزيد والحرقة بتقل بتقولك أنا بحس بحرقان في المية أنا عندي شوية التهبات في الجهاز التناسلي دي من ضمن أنا حاسة إن رقي ناشف أنا حاسة بغرواشها في العين مش قادر أشوف مش مركزة دايخة دي أسباب دي طب أنا عاوز أقول حاجة بسرعة إن اللي بحصل كل قاتي الطفل أنت خلاص أنا عارف إنه أنت عندك سكر الطفل ده ولد حاجتين مهمين جدا إيه هما؟ إن الطفل ده هيتولد سكره قليل حلو يعني أول نقطة أول نقطة تبع كويس أول نقطة تبع كويس بالزبط تبع كويس وطلع عندك سكر حمد ما فيش مشكلة هتخذ جرائتك المناسبة مع دكتور المختص النساء والتوليد وهكذا بس لازم إلا أنا عاوز أدقق عليه يا نقطة نجوم لازم ندقق على إن الطفل ده ما يتولد إيه اللي هيحصل؟ إيه اللي هيحصل؟ إيه اللي هيحصل؟ دي مهمتنا؟ دي مهمتنا إحنا بقى أول حاجة لازم نعرف إن احتمال كبير وارد إن السكر للطفل ده قليل تب ليه؟ أما السكر بيزيد فيه تبع كويس مخوفش الناس مش معناه إن الطفل هيعق عنه سكر؟ لأ أيه مؤمنة لسه إحنا بنقول للحاجات السهلة والحاجات الصعبة لإن الصعبة لو عرفناها هنقدر نسيطر برضه إن الطفل ده بيبقى سكره إنما يبقى السكر أما بيزيد السكر أما بيزيد في الطفل بيبدأ الإنسلين يبدأ يحصل له أسرة عاوز يدخل يكسر السكر ده يكسره باستمرار يقل لنسبة السكر الطفل ده فبالتالي الطفل ده ما يتولد لازم أقاس نسبة السكر دي أم حاجة تاني حاجة وعوض بالجلوكوز عشان أعوض نسبة السكر ده أول نقطة كويس طيب النقطة التانية والأهمة لازم أعرف إن الطفل ده ممكن يتولد لنسبة عنده صعوبة في التنفس يا دكتور خاني أيها ويخش بقى عدم اكتمال نموه وجهاز التنفس خش على أكسجين أو سباب أو فينتليتور أو كما بكله بالتالي بقول لحضرتك دخل حضار فده نقطة مهمة إن السكر لو الأم زبطت بقى موضوع سكر حمل ويمشي برتكول علاجي مع طبيب النساء بشكل كويس ممكن ما يحصلش فإذا المتابعة هي مهمة طب نفر ما زبطتش بقى الطفل الأم عندها سكر حمل في شهر الثالث وما زبطتش أو ما تبعتش للأسف هيحصل حاجة من تسميها الكونجينيتا الأنوماليز أي العيوب الخلقية للطفل ده دي مشاكل القلب لقدر الله أو مشاكل تالية إحنا في غناء عنه إذن سكر الحمل دي النقطة تيل اللي أنا عاوز أقول لهم في سكر الحمل وتأثيره على الجنين في بطن الأم إن وزنه بيقل إن وزنه بيزيد وبالتالي العرضة طبعاً يحصل كيساري سيزيريان سيكشان طبعاً ده مش يبقى فيه استحالة بحمل طبيعي النورمال تمام ويورد إن يحصل كونجيتا الأنوماليز دالي الجنين بعد الولادة هما النقطة اللي أنا بقول عليكم إن الطفل ده يتولد سكره أليل سكره أليل فيحتاج معوضه بالكلوكوز عشان أو يبقى عنه صعوبة التنفس وستحتاج إلى حجزه وفيه ألحضانة يتحطى لكيهاز الأكسجين أو البنت أو السبب طب لو الطفل ده اتولد كويس زيما حضرتك قلت يعني الطفل ده الأم عرف التسيطر على السكر ويتولد كويس أنا بردك لابد أنا بقول نعمل حاجة اسمها فلو أب يعني يدخل حضانة لمدة أربع أيام حتى لو طفل كويس حتى لو طفل كويس وكني اصدر حاجة وهنا بقى اللي يتيجي بقى في زهن أي أم لما قلت كويس أول أم حاجة بتعملها بتبقى لك أنا عايزة أغضف حضني تمام وتغضف حضنها وتقول لك أنا عايزة أروح بي وتروح بي وتقول لك أنا عايزة جنبي لما بجي رفع الوعي رفع الوعي بيحتاج إلى مجهود ومجهوده في أن أنت تكسر المعتقدات أو الأفكار أو الأصنام الخطيئة عمد الكثير من الأم وبطريقة سهلة وبطريقة سهلة أو من خوفش الناس يبقى إذن أنا أحضف ربع تيام أنا ما أقولكش أنت مش هتردعي أنت هتردعي يعني هتروح للحضانة أو أنت هتردعي وكل حاجة إحنا بنحمي ابنك من إحنا بنمي لابن تابع العمليات الحيوية ضربة القلب التنفس ثلاثة أربعة تيام كده نتطمن عليه وبالإنكتب له خروج هل في أي حاجة شوفناها بالسماعة إحنا بنحمي ابنك تمام كما ينفعش الأم تروح بالطفل وكل يوم تيجي تمر كده على دكتور الأطفال يتطمر عليه لا 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 مش في الحديث الولادة نحتاج وجوده أصلا الحديث الولادة دي بالذات دي نقطة بنقول لازم متابعة طالما قلنا حديث الولادة متابعة يبقى حضان لأنه لو حصل حاجة نبدأ نسيطر عليها في الحدان طيب لو حصل في البيت نسيطر على زيه نسيطر على زيه نسيطر على زيه دي الزبط كويس فده المصلحة الأم كويس فده نقطة سكر الحمد وتأسير طيب كنت هتكلم عن الرأس المفتحة وكيف نتعامل معها ولكن هنروح لفاصل ونواصل مرة أخرى مع برنامجكم برنامج حبيب العيال فانتظروا ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ثانية ومكملين معاكو في برنامج برنامج حبيب العيال مع الدكتور أحمد سلام خصواتي بالأطفال وحديثي الولادة طرح ما كنا نتكلم قبل الفاصل عن زكر الحمل وكنت سألتك بعد كده بعض ما انتهينا من الحديث عن زكر الحمل والأعراض وكيف تتعامل معه الأم وكيف تتعامل مع الجنين دلوقتي هنتكلم عن الرأس المفتحة وكيف نتعامل معها وحنا نتكلم عن الرأس المسطحة يكون معنا صورة بتظهر شكل الرأس المسطحة شكل الرأس المسطحة بالشكل ده يا جماعة بتيجي الأم يعني بطريقة ظريفة تقولي يا دكتور هو رأس الابني هتفضل كده ولا لا هتفضل كده على طرف دي حاجة عادية طبيعية ما تخافيش منها كل اللي أقوله بسرعة إن حضرتك فيه طائية فعالة وواقية للموضوع ده أو إن انت خلي ابنك يعني حركيه كل شوية ما تخلوش في مكان وضعية ثابتة يعني مرة يمين مرة شوية شمال يعني مرة في النص يعني حركي ابنك باستمرار ما تعودهوش على مكان معين فيتطبع يعني المكان لأن الرأس بتكون لينة جدا فممكن تاخد على شكل وضع معين حتطاع اليمين هيبقى مطبع نحية اليمين دي الشمال هيطبع نحية دي الشمال فدي بقى يعني أنا حبيت بس أقولها كطريقة ظريفة كتنويه عن فكرة الرأس بتخاف من فكرة ده فلا فأنت حركي الطفل في أكتر منوضعية وزي ما قلت لحضرتك يا دكتور خيال زي ما اتفاعل إن إحنا أي حاجة لو نقطة بسيطة لازم نقولها للأمهات إحنا موجود رين عشان خاطر الأمهات والفاهم كويس بعد إذن حضرتك فيه معتقدات خاطئة كويس خلينا اخبر صوت الفوني ألو السلام عليكم وعليكم السلام أهلا بحاجة الفضل زكا باشا كنت بصان طيب والطيب والصحة والسلام والله كنت حابب أشارك بس بصوتي في هذا البرنامج لإني من المحبين أنا ووسرتي في هذا البرنامج أهلا بيك وإن شاء الله مش أطول عليك يعني بإذن الله تفضل تفضل ما حضرك تفضل أولا أشكر قناة الصحة والجمال والعملين فيه شكرا جزيلا لك الله يكرمك ثانيا أشكرك يا دكتور خالد على استضافتك للدكتور المخترم أحمد سلام حبيب العيال وكنت أتمنى أن يكتمل اسم البرنامج بحبيب الملايين ربنا يكرمك يا ربنا الله يكرمك ده حقيقي ده حقيقي من غير ما نسميه يعني أي والله يا دكتور خالد بنا يكرمك يا رب وننا والله بنستنى الحالة دي من كل أسبوع بنعود نستنىها إنه الأسرة والعيلة كلها والله إن شاء الله تكون فيها معلومات مفيدة وجيدة بالنسبة للجميع يعني يا رب الله أمين في أي استفسار عند حضرتك ولا؟ لا يا باش أنا مع حضرتك مش أطول لحضرتك يا أنا على طول إن شاء الله تمام تمام تفضل أنا معايك تفضل كنت بس عاوز كنت برضو كعاوز على حاجة أتمنى من حضرتكم عمل أكتر من لقاء في الإسبوع علشان نتمتع ونستفيد من التوعية والنصائح والمعلومات والإرشدات الجميلة التي نسمعها من حضرتكم نحاول إن شاء الله بإذن الله إضافة أكتر من حلقة للحديث أكثر عن حديث الولادة وطب الأطفال في كل ما هو جديد وحديث أنا بشكرك شكرا جزيلا لاتصالك دكتور أحمد رتفاع الوعي بالنسبة للناس بيجي من إحساسهم بقيمة المعلومة العلمية والطبية اللي بنتلقاها دائما بمرضودها من مشاهدينها وتابعينها في كل مكان بالضبط كده في بعض المعتقدات الخطئة في أكتر المعتقدات الخطئة يا دكتور أحمد خليني خليني أروح معك لأحد أبرز وأكثرها شيوعا تفضل هي الست كده الأم الأم نفسها بقى تيجي منتها تتجوز تقول أنت لازم وزن الجزيد شوية عشان أنت رفايعه وده لما تخلي فيه هيبقى مش عندك لبن ترضعي للطفل وهتبقى صحيتك هفتانة وتعبانة وهلكانة ومش عارب إيه حاول تزود وزنها بطرق الماء تروح لعديك تحت غزية يديها أي حاجة تزود الوزن ظنم منها أنه في زيادة الوزن زيادة الصحة زيادة تدفق اللبن ولا تعلم أنه هذا صحة أم هذا خطأ دكتور أحمد يوبيب ده مش كده وبس ده بقى الأزرف من كده أنه بتيجي الست بقى حامتها يعني تقول لها أنت نحيفة قوي مع عصعصة كده مع عصعصة ده ابنك رفايع أنت السبب أنت بتاكلش كويس هو المعتقد الخطأ اللي عاوز أقوله أن ليس معنى أن الأم نحيلة يعني نحيلة يعني وزنها قليل مش معنى كده أن لبنها قليل تاكل كويس يعني تنوعي في الأكل مش تزودي وزنك يعني تنوعي في جميع البروتينات والفيتامينات والحديد اللي موجود عشان يزود اللبن إنما مش معنى أن الأم نحيلة أو وزنها قليل يبقى معنى كده أن اللبنها قليل ده بالعكس ده ممكن ده بيعتمد على حاجتين أولا تغذية الأم وجودة نوع الأكل اللي بتاكله تاني حاجة اللبن والغدد اللبنية معموك أن تكون الأم ما شاء الله سمينة واللبن بتاعها قليل فده معطب هنتكلم عن النوت دي نتكلم عن الغدد اللبنية ومما يتكون سدي المرأة ولا علاقة له بده في شق وظيفي وشق جمالي لكن هنا أقصد تليفوني أستاذ عبد الجليل أهلا بيك أهلا بحاجة تفضل كنت عايزة تواصل مع الدكتور دكتور أحمد مع حضرتك تفضل سلام عليكم وعليكم السلام زكا دكتور أحمد أهلا بحاجة تفضل إحنا عندنا طفلة لسه مولودة بقالها 40 يوم تمام فالدكتور ما نظفش الحاجة اللي هي تمام فهي تملي بيجي لها بيجي لها بتروح كده في غيبوبة كده وبتشضد والجسمها بزرق تمام تمام فإحنا ودناها ودناها لكم دكتور كده فكتبها حاجات كده ترجع الحاجات اللي هي ببطنها الغازات والحاجة دي يعني المشكلة يا سعبد الجليل فيه إن هي بترجع الغازات ولا المشكلة في إيه تحديدا المشكلة في الغيبوبة اللي هي بيجي لها وجسمها بزرق أو يعني الحالة دي بيجي لها على طوب آه كم شهر دلوقت يا سعبد الجليل 40 يوم 40 يوم 45 يوم 45 يوم شهر ونص يعني آه تمام في أي صفصر تاني دكتور رحمد حالة لو صبحت يا سعبد الجليل معي مع حضرتك أنت بتقول يعني إيه غيبوبة أنا عاوزة أفهمها برضك أنت بتقول غيبوبة أنت عاوزة تقول أن الطفلة دي بتنام كتير على نفسها وما بترضعش كويس بتشدد بتشدد يا دكتور كده وجسمها بزرق وليست غيبوبة لا يعني بتشدد كده يعني ما بيباش فيها نفس خالص تمام تمام بص هو أنت بتتكلم على هو مش خطأ دكتور نتكلم إنه مثلا ما تشفطش كويس ده اللي حضرتك تعاوزة تقوله إنه ما تشفط لهش كويس وبالتالي السكريشن والإفرازات اللي هي أخداها من رحم الأم يعني في بطن الأم نزيت على بطنها فعمت لها مغص شديد تمام فمن كتر شدت المغص دي تبطنها باية محجرة فضغطت على التنفس فالبيت بنسميها بتعتل ده اللي حضرتك عاوزة تقوله إن البنت مش طبيعية بتعتل باستمرار رضاعتها متقطعة كويس أستاذ عبد الجليل الدكتور أحمد هيجاوب على حضرتك اسمعنا من التليفون وبشكرك شكرا جزيلا لاتصالك دكتور أحمد كيف هيتعامل هذا الأب مع طفلوته أو كيف هيتعامل هذه الأم مع هذه الطفلة اللي ما تشفط لاش كويس عن طريق الشفاط اللي بيركب فيها الأنف وبيصحب بعض الإفرازات اللي بتكون من الأمة أثناء فترة الحمل هي دي ما فيش فهم مشكلة يعني هي مش موضوع غيبوبة ولا حاجة بيحول يوسف قدر المستطاع أنا بقول له ما تقلاش الموضوع ده أولا الموضوع عدم التشفطه ما فيش حد ما بيشفطش كويس لو ممكن عشان برضو كبينها ده مش خطأ حد هو بالطفل بتشفط له ولكن بعد مدة بيجي السيكريشن بيبقى موجود في الطفل ده بعد الوقت بعض الأطفال بعض الأطفال تمام دي نقطة عاوز أقول تاني حاجة عاوز أطمين حضرتك إن الموضوع ده بينتهي مع مرور الوقت ما فيش فيه مشكلة أنت بتقول خمسة واربعين يوم كويس في الوقت ده أنا بقول لحضرتك ايه اعمل فصل في الرضاعة مطرد عش الطفل ده عمال على بطل كويس تاني حاجة اعمل تمرين اللي احنا قلناها بتاعة البطن المشدودة ويعمل خلي الأم اتقرع يفي حلقة السابقة اه موجودة على اليوتيوب فأنت ياريتي تابعها يشوفها إن انت تخلي الأم اتقرع على الطفل ده كويس تنيمها نحن اتفعنا وقلنا فيه حرقة خمسة واربعين درجة تخلي الطفل دي وتخبط على ظهرها باستمرار وبنسمي تمارين العجلة كل حكاية الطفل دي إنه وزعلان إنه شايفها بتعيد باستمرار ومزعطة مش يعني هو عاز يقول كده هو عاز يقول كده كويس طيب هو حتى كمان لو عنده أي استفسارات تانية ممكن يتابعنا من خلال رقم حضرتك الواتساب الموجود وحضرتك هتجاوبه طيب خلاني نخصوص تلفوني ام وادم أهلا بيك يا ام وادم هلو سوا عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضلي أنا ممكن أسأل الدكتور على حاجة دكتور أحمد مع حضرتك تفضلي أيها دكتور أنا معي أدم عنده سنة ونص سنة ونص لست هتعامل التطائمة بتاعت السنة ونص بكرة يا ريت تنصحني أعمل إيه في التطائمة دي والتاني حاجة هو كان معي إسهال من ثلاث تيام بس إسهال خفيف يعني والنهار دا لقيته عامل حمام رحته وحسة 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 جالي تمام أنا نفعل ماشي يا مو أدم أي سؤال تاني شكرا جزيلا لنتصارك يا أم مو أدم يا أم مو أدم أنت قلت يا نقطة هنقولها بعد شوية تطعيمات نجاوبها دلوقتي نجاوبها ما فيش مشاكل السؤال هيبقى كزا نقطة يا دكتور إيه التطعيمات بتاعته هنا سنة ونص إم توقف التطعيمة العراض بتظهر على طفل إيه بالزبط عشان أوقفها لو هي بتقول لو الطفل ده الطعام إيه الإجراءات اللي عمل لو الطفل ده عنده نزلة شعبية أو فيه حرارة شديدة أو فيه نزلة معوية أو جفاف لازم توقفي التطعيمة دية لحين الطفل ده يبقى كويس ده أول نقطة عاوز أقولها تالي حاجة أنت بتقولي أن فيه إسهال ورحت وحش أنا بقولك وارد وارد أن ده طبيعي لأن ده بنسميها تسنين سنة ونص دي من ضمن مراحل التسنين فممكن يكون الطفل ده بيسنن فبالتالي من ضمن الأعراض بتاع التسنين أن الطفل ده بيكون فيه إسهال مؤقت ويبقى ريح توحش فما تقلعيش يبقى لو ابنك كويس ما فيش سخونية ما فيش نزلة شعبية ما فيش نزلة معوية أو لقدر الله جفاف طعامي كويس جدا تمام هنتكلم عن الطعامات يلا طبعا بصوحي جابت الموضوع لا قبل من نتكلم عن الطعامات خلينا نأخذ سلطة لفه أستو حسن دميات أهلا بيك يا أستو حسن أهلا سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله بركاته تفضل ايزاك يا باش أهلا بيك أستو حسن اتفضل أنا بشكر الدكتور أحمد كل الشكر لك يا أستو حسن أنا والد ماري ملك حسن السيد حسن مسلم أهلا وسهلا اللي أشفتها شيفة أرنابية أهلا وسهلا إزاي حضرتك يا باش إزاي أستو حسن أيوة إزايك أنا عايز أشكر حضرتك بس يا باش كل الشكر لك يا أستو حسن وإحنا حتى النهاردة إن شاء الله نتكلم عن جزء من الشفة الأرنابية في أي استفصال لدكتور أحمد يا أسف حسن؟ لا أنا عايز أشكرا شكرا كبيرا بس باشا بعمل ملك ومرهم كينة أي أولاده بالظبط كل الشكر لك يا أسف حسن ويعني الدكتور أحمد هو حبيب العيال وحبيب الملايين في حب الأطفال بشكرك شكرا جزيلا لاتصالك والتوقتك معي طبعا أسف حسن قالت شكر وبقول لها شكرا على واجب ده واجبي نحية الأطفال وده مسئوليتي وهفضل تبقى مسئوليتي إن شاء الله لآخر العمر بإذن الله إن شاء الله التطايمات أنا كنت عاوز أتكلم على موضوع مهم التغذية وإمتى مغزي قبل ما نتكلم عن التطايمات نقفل الجزئية الخاصة بموضوع سمنة الأم أو رفعها بيه خلاص هل فيها لبن أو ما فيهاش فكرة الجانب الوظيفي في هذه الجزئية بيختلط عند الناس وبعض الأمور حبيب بس أوضح حجم سدي الأم أو وزن الأم هل له علاقة بحجم لبن ولا الموضوع له علاقة بشكل جمالي ولكن الشكل الوظيفي موجود في القنوات اللابنية أو الغدد اللابني الماماريجلاند ليس علاقة بالوزن ولكن علاقة بالوظيفة الفونكشن بتاع الماماريجلاند اللي هي الغدد اللابني بس هي بكل الحكاية ده المعتقد اللي كلنا والناس بتبتكره كويس المعتقد التاني بقى والأهم يقول لك الدكتور رحمد بيقوله أن الطفل يرضع كتير يخلص الحليب بادري يخلص لبن الأم بادري فما تردعهش كتير يعني صح من خطأ هذه المقولة هل كثرت رضاعة الطفل أو الطفل اللي بيردع كتير ده هيساهم في أن اللبن اللي موجود عند الأم مش هيبقى موجود هيقل هيخلص المخزون هيروح تمام لا ده أنا عاوز أقول هي مش يعني هما بيقولوا يقول لك أن الطفل طالما بيردع عاوز الرضاعة عندك باستمرار يا ابنتي يبقى معنى كده أنه هو أن لبنك خفيف ده المعتقد اللي بتقوله أن طالما ابنك عاوز الرضاعة باستمرار يبقى أنت لبنك خفيف وكويس وقبله خفيف يعني مشكلة يعني مشكلة يعني لبنك خفيف مش مستفيد منه فبالتالي عاوز باستمرار ده معتقد خاطئ لا سوالي بس أنا أتلغبطي شخصية فمشي عادي ألغبط المشاق التفضل الطفل اللي عاوز يردع كتير ده معناه أنه لبن الأم ده خفيف ده اعتقادهم ده الاعتقاد إن بيجي الاعتقاد الشاع إن الأم أو تيجي مثلا يقولك ده الطفل بيرضع باستمرار ده عاوز اللبن باستمرار يبقى معنى كده من لبني خفيف يبقى هو ما بيشبعش بمعنى أصح لا أنا عاوز أقول لحضرتك إن الطفل في البادئ العمر بحتاج إن هو تغذية باستمرار ونموه باستمرار لأن في الوقت ده اللي عاوز أقوله بن كوسين إن نموه الطفل في هذا الوقت نموه سريع ده أول نقطة نموه سريع فبالتالي محتاج يردع باستمرار وإحنا قلنا فاصل ساعة ونص ساعتين يعني مش معنى كده إن لبنك خفيف ولا يبقى فرق والوزن ده أول نقطة النقطة التانية اللي عاوز أقولها إن معدة الطفل صغيرة يعني وارد إن هو يرضع ويشبع وعاوز يرضع تاني يعني معدة الطفل بتبقى صغيرة وبتكبر تدريجي فما فيش حاجة اسمها إن ابنك ياخد منك باستمرار لبن باستمرار يبقى معنى كده إن هو إن لبنك خفيف ومحتاج لبن اللي هيشوف الوضوع ده هو الوزن الطفل والرياكتف والنشاط بتاع الطفل ده هو اللي هيبين لي هل الأم دي بتردع كويس واللبن كويس ولا لا؟ في مشكلة بالزبط كويس دي المقطة اللي عاوز أقول طيب نحن نتكلم عن الرضاعة في أوقات أحياناً نحتاج إلى إيقاف رضاعة الأم تمام إيه المرض أو إيه المشكلة اللي إذا أصيبت بها الأم نقول لها بعد إذنك وقف الرضاعة الرضاعة الطبيعية بتاعتك مش هتكون على الحل الأمثل ولا الأفضل ولا المناسب لطفلك تمام برضو من ضمن المعتقدات الخاطئة إن لو الأم لو الأم تعبانة يبقى وقف لبنك ده يتعب بين الطفل لا في بعض الحالات مش معنى أن الأم تعبانة يبقى معنى كده نتوقف اللبن بتاعها المفيد اللبن الطبيعي علشان الطفل ده كويس قبل ما ندخل بس في هذه النقطة خلاناً نخصوصة لفهم أستاذة هودة أهلاً بيكي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الفضلية يا أستاذة هودة استاذينك بس توضحي استفسارك بس عشان ما استمحارك كويس أستاذة هودة زهولة استاذينك تعاودي للاتصال بنا مرة أخرى كنا نتكلم عن هي الحاجات اللي لو الأم مرضت بيها أو أصيبت بيها ما توقفش رضاعة ويالحاجات اللي إذا أصيبت بيها يجب إيقاف الرضاعة في نوع من حكمة ربنا من نعم الله سبحانه وتعالى إن لو الأم تعبانة وما تيجي تردع الطفل بتولد أجزاء وحاجات مناعية بحيث إن هي ما تأثرش على الطفل تمام لو الأم عندها شوية برد ما فيش أي مشاكل أي حاجة تانية حالات مزمنة دي ما فيش فهم مشاكل ولكن لو الأم لو قدر الله بتاخد علاج أعصاب وأنا بكرر علاج أعصاب سوى بتوتر أو أي إن كان أو التهاب أعصاب أو غيره ليفضل يفضل إن يتوقف لبن بتاعها لأنه بينتقل من الأم عن طريق اللبن للطفل ده أول نقطة أي تعب شديد بينتقل عن طريق العطس والرزاز يعني من الأنف للطفل يفضل إن أنت يتتجنب يتردعي ولكن يتتجنب تلبسي مصك بحيث إن أنت ما تعديش تعديش الطفل الحمد لله تمام لو سمحت أنا عندي ابني 8 شهور هو وزنه كويس الحمد لله يعني بس لسه ما طلعش اثنان وليسه ما بيزحفش تمام فأنت عاوزة تطمني يتحب تسألي عن أنه ليه ما طلعش اثنان وليه ما بيزحفش لحد دلوقت ولو سمحت عايز أعرف أأكله إيه تمام لإني في حد بيقول لي ما تدوش منتجات قلبان في حد بيقول لي ما تأكلهوش بيض يعني أنا عاوز أعرف أأكله إيه وما أكلهوش إيه ماشي يا أم محمد في أي استفسار تاني يا أم محمد شكرا جزيلا لاتصالك طيب نكمل الجزء الخاص بإيقاف الرضاعة ومرض الأم إحنا قلنا لو في أي حاجات ممكن تنقل إلى الطفل الأم بتحط أي ماسك أو أي حاجة يعني حاجات الجهاز التنفسي طريق العطس أو الرزاز عشان ما تقديلش هذا الطفل وقلنا إن أي علاج عصاب أو الأم بتاخده وبدي تتناوله طبعا ممنوع أن يتردع لأنه بينتقل عن طريق اللبن ويعني اللي عاوز أقوله طيب الأدوية النفسية زي أدوية الاكتئاب اللي فيها السيرتونين أو أو ما لا يزالي لتتجنب لبن الطفل اللبن بتاعها للأسفل طيب كويس أم محمد كان بديسأل سؤال بس قبل ما ناخد صلو محمد معنا أوسيس سليمان أهلا بيك أوسيس سليمان أزاك يا دكتور أهلا بيك تفضل بقول لها حضرتك لو سمحت أنا عندي طفلة مولودة عنديها دلوقتي 20 يوغو تمام تمام بترجع حضرتك من مناخدها على طول يا دكتور ومن ضقها برضو هي عندي 20 يوغو تمام بقى في حاجة تانية بتشتكي منها آآ عايزة تقول بس حضرتك هل الرضاعة الطفل أمه أمه بتردعه هو نايم يعني مش هو نايم نوم لا وهي حطها نايم كده في ضرر عليه ولا شارط تكون رفعها ده ده السبب ده ده السبب الرئيسي اللي بيخليه رجع تمام الله يكرمك يا دكتور والله الله يكرمك يا دكتور الله يكرمك تمام أساس سليمان الدكتور رحمد هيرضع على حضرتك فيه أي استفسار تاني تحب تسأله دكتور رحمد فيه ما يخص هذه الطفل لا أنا سأعز يوضح بالله لك يا دكتور محمد على قاتة الرضاعة وهي نايمة بترقاتها كده على نايمة وضعكات رضاها طيب حاضر يا أساس سليمان حاضر هقول لحارك برضو إيه طريقة الرضاعة الصحيحة والسليمة للأم تقدر تردع بيها الطفل بدون ما ترجع من مناخرها أو ترجع بشكل عام شكرا جزيلا لإتصالك يا أساس سليمان طيب خلنا ناخد الإتصال لأم محمد كانت ابنها تمام شهور الوزن كويس ولكن ما طلعتش أسنان والزحف ونقطة بهمة جدا وكبيرة قوي فكرة التغذية أكلها إيه وإزاي وفيد طيب احنا ناخدها بص يا أم محمد احنا في الحلقة السابقة قلنا على موضوع الزحف والحب والتسنين تسنين الطفل بطبيعي من الديلورينج كده من 6 شهور لتسع شهور أو من 5 شهور لتسع شهور والـ 11 شهر ما بنقلقش لو الطفل لغاية 11 شهر ما سننشي ما نقلقش ولا ننتخل خطوات خالص ألا بعد سنة الطفل بدأ ما يسننشي بعد سنة نبدأ نعمل تحاليل فيتامين دالو وكالسيوم وهكذا ده أول نقطة كوي زي بنقلق الأسنان لحد 11 شهر ما تقلقش الحبو ما بيزحفش هو الزحف احنا قلنا برضو في الحلقة السابقة يا ريت تراجعيها وتشوفيها قلنا عند 9 شهور هي مرحلة الحب أو الزحف وممكن الطفل ما يسحفش ويبدأ عند سنة يبدأ يقف من غير من غير ما يسحف من غير ما يسحف كويس قبل ما نعرف تأكله ايه عشان الناس مخوفاها خلينا نقصو التلفوني ومعلا أهلا بيكي ده أنا نديك يا أكتاب الفضالي يا معالي الدكتور ما حضرك الفضالي لو سمعت يا دكتور آآ أنا معي ابن ابنه آآ عنده ثلاثة ثنين وما يعمل في دكتور مأخذة ما يعمل في حمام يعني فاحنا ودنا الدكتور راح أجل يهو عنده كسل يعني القولون كسلان اعطالوا علاج يعني عشان يعمل حمام يهو سبع تأيام عشان يعمل في حمام بس ما فيش أكل خالص يعني وحنا كشفلوا عند الدكتور وفيش أكل خالص أكل ضعيف خالص عنده ثلاثة ثنين لو سمعت يا دكتور آآ بني أعمل إيه يعني أعمله إيه عندي تمام هل تسأل عن حاجة يا دكتور رحمة؟ أي سؤال تاني يا معلاء؟ نعم في أي سؤال تاني يا معلاء؟ لا شكرا 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 جزيلا لاتصالك يا معلاء الموضوع ده طبعا أنا ما بقولش كلمة أن الطفل عنده إمساك ألا ما يكون عنده ثلاثة أربع مرات طب قبل ما ناخد أم علاء دكتور أحمد خلينا بس نشوف أم محمد ناسم خوفها من فكرة الأكل كيف تتعامل مع هذه الطفلة أو هذه الطفلة بالنسبة بس للأستاذ سليمان أنا عاوز أقول له موضوع الرضاعة دي دي اسمه ارتجاع طبيعي طبعا وضعية الأم في الرضاعة احنا بنسميها أن احنا بنرفع راس الطفل ما فيش حاجة اسمه هي نايمة أو هو نايم كويس يعني ده بيحصل الارتجاع يبقى الطفل على قديها ورفع راسه شوية 45 درجة 45 درجة بالزبط ليه؟ منعا لحدوث الارتجاع ممكن يشرق منها فجأة ممكن يحصل تهاب في الأذن الوسط فإذن الخطأ اللي هو أنه بتردعه وهي نايمة أو نايم وبالتالي هو اللي حصل الارتجاع اللي هو بقول عليه ده هو من الأنف ما نخافش موضوع الترجيع من الأنف ومن الفم ده الناس بتخاف منه طالما الطفل كويس وطبيعي ما تخافش منه لكن تاخد بالها طريقة الارتجاع إنها تردع الطفل ده بطريقة يكون 45 درجة أو تردعه ما تسيبوش نايم وتردعه كده لا تردعه 45 درجة أمو علاء طفل ثلاث سنين ما بيعملش حمام شو خصة إنه فيه كسل في القولون والأكل الطفل ده ما بيكونش بالنسبة لثلاث سنين ده وارد جدا أن الطفل ده لازم أنا عاوز أقولك ضروري تعملينه تحليل سورة دم وتحليل بولوبراز المشكلة ممكن تكون إنه الطفل ده عمده عصر هض أكله مش كويس عمده عصر هض يعني الأكله ما تخدمش كويس عمل التهابات في القولون العصبي ارتخاء في العضلات اللي هي بتقول عليه إن بدأ وارد جدا بتسميه أنه عاوزه حاجة اسمه فيسيوسيرابي يعني بمعنى صح عاوز علاق طبيعة تنشيط العضلات بتاعت الجهاز الهضمي والقولون وارد إنه تبعاتي التحليل على الوطس وأنا أشوفه لأن لو في أسر هضم لازم يتعالج الأول أسر الهضم لازم يتعالج أسر الهضم وبعد كده نخش في المراحل الأخرى كويس أم ملك أهلا بك يا أم ملك السلام عليكم وعليكم السلام وعحمة الله وبركاته الفضالي يا أم ملك بصطور معي بصطور رحمة مع حضركة الفضالي أنا معي تفل عمده سنو مولود برجل رجل سبعين ورجل ثبت صعوبة ماشي ولا عمده ستة كيلو برضاته وعنده سنة ولا ماشي ولا صحف ولسه بدء يقوم من حاجة صعر التقريب ولا سنين ولا أي حاجة نهائي ستة كيلو ما بيزدش عن كده يعني الوزن ستة كيلو ما بيزدش والحد النهاردة وعمره سنة مامشيش ولا بيزحف ولا أي حاجة ولا طلع سنين ولا أي حاجة تمام بص يا مملك أنت بتديله علاجة ايه مملك بتديله بدروب بدروب فقط لغير آه بدروب تمام طبعا تديله البدروب من ساعة الولادة مش كده آه وهو كمان من شبل رضع طبيعي يعني من ساعة ما تولد ما فيش رضع طبيعية سبع شهور تقريبا لحد ما عملت عملية وبعد ما عملت العملية دي ستتدري الوحدة ألف سلام عليكم آه يعني عند سبع شهور بدأت بدأ يردع صناعي مش كده أيه هو أصنع مولود ضعيف مم مولود وزنه كان بعد إذنك مولود تقريبا اثنين كيلو إلى رابع اثنين كيلو إلى رابع آه تمام معلش انت بيتقولي هل فيه أي مشكلة تانية غير إن هو إيد فيها ثلاث صوابع فيه أي مشكلة تانية عنده لقدر الله لا لا تمام آه هو الطفل ده مملك محتاج بس ده من ضمن سوق التغذية ماشي يا أم مملك بشكرك شكرا جزيلا لاتصالك أرجوك اسمعينا من الفلفزيون الدكتور أحمد هيجاوب على حضرك ده دكتور خالد من ضمن اللي هو سوق التغذية نقص الحديد انت بتدي الفيتروب كويس احنا نصبر عليه بس ان انت لازم تغذيه كويس أكل يبقى فيه كالسيوم وفيه حديد بحيث ان برضك تديله يريد تديله أي دوا فيه حديد عشان يساعد على امتصاص الكالسيوم وده مهم جدا واضح ان الطفل ده عنده ضعف في النمو كويس فلازم انت عليك دور ان انت تغذيه كويس ياخد مع الفيتامين اللي اتخده ياخد حاجة فيها حديد ياخد حاجة حديد وحاجة للهض مع الفيتروب اللي حضرتك الدتيه وياريت بعد اذنك تعمليله تحليل صورة دم كاملة وتحليل كالسيوم متبعاته كمان اللي حقارك على الواقس ياريت لانه واضح انه يبقى عنده نقص حديد ويبقى عنده نقص كالسيوم فهي محتاجين الاتنين ينزلتوا عشان يبدأ يتحرك ونوسق مابلون والدنيا تكون كويسة بإذن الله طيب ونحن نتكلم عن التغذية قبل ما نتكلم عن التغذية في جهاز من ضمن أهم الأجهزة التي تعمل في الجسم وتحافظ على صحته وهو الجهاز المناعي إذا أردنا أن نتحدث عن هذا الجهاز اللي أنا بشوفه من أعظم نعم الله عز وجل نقول إيه عن هذا الجهاز أنا عاوز أقول من نعم الله سبحانه وتعالى إن الجهاز المناعي بيقتل كل يوم خلية في الجسم تكاد أن تكون سرطانية يعني إيه؟ يعني سبحان الله ومن نعم الله سبحانه وتعالى إن الجهاز المناعي بيجي خلية في اليوم بيقتلها الخلية دي لو كانت فضلت كانت تحولت إلى ورم وتبدأ يبقى ورم اللي جنبها وهكذا وبالتالي يحصل مشكلة فدي من نعم الله سبحانه وتعالى وفيه صورة عن الجهاز المناعي ومن نعم الله سبحانه وتعالى ضردك دي إن الحبل زي ما قلنا الجهاز المناعي في جسم الإنسان بيقتل كل يوم خلية واحدة على الأقل كادت أن تكون خلية سرطانية قويس قبل ما نتكلم بقى عن الحبل السري خلينا ناخد صالة تلفونية من أم لارين أهلا بيك يا أم لارين أهلا بيك السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الفضالية زي حالة بتجي الدكتور أهلا سأل اللي سمحت أنا معاي بان نوتي لارين سبع شهور مش بترضح صناعي من أول ما تولدك فدلوقتي بتديتها ديها أكل فأي أكل بدولها بيطلع لها حسي على وشها وصدرها تمام فمن كم يوم كده بتدت تطلع لها صغيرة من تحت بس حاليا كل ما ديها أي أكل بيطلع لها حسي على وشها ووزنها ضعيف 6 كيلو بس يعني فأنا مش عارفة أعملت مشكلة الأكل والباعي أي أكل يا مولارين أي أكل ولا أكل معين أي أكل عملت لها بوريت خضر أي أكل أي أكل حتى الزبادي طيب الدكتور كتب لي نقاط حساسية وكريمات أدعالها يتخف أول ما بتدت ديها أكل تاني بعد كم أسبوع كده رجع لها تاني نفس الوضع يعني تمام دي معترة تأكليها إيه دايما؟ يعني انتياداتك في الأكل الأكل المعتادر أنت بتأكله لها ابتدت بالخضار خضار مسلوق زي جزر وكوسة وبطاطس وبعد كده فاكهة مسلوقة وبعد كده زبادي بس زي ما هي بطلع لها برضي في الصف والشاعة ويوجس معها يعني رائع بيتها وصدرها بص يا مولارين أولا أنت في مشكلة أنت عملتها أنت دخلت الأكل كله في وقت واحد فأصبحت مش عارف إيه النوع المعين اللي بعمل حساسية وهتكلم عليه الوقت يعني أنت كده طالما كتر الاتصال على التغذية لا بد أن احنا تكلم معنا ماشي يا مولارين بشكرك شكرا جزيلا لاتصالك الدكتور رحمد هيجاب حركة على هذه النقطة عشان نكتشف ما هو نوع الغذاء الذي يسبب الحساسية لهذه الطفلة بص يا دكتور خالد النقطة المهمة جدا ما ينفعش أنها نخلص الحلقة النهاردة قبل ما نتطرق إليه هو التغذية كيف نغذي الطفل ومتى نغذيه وهي المراحل المناسبة لتغذية الطفل ونوع الغذاء اللي ممكن يأخذ أنا بتيالي أن الأمهات محتاجين إجابة على السودة لأن في لبخة شديدة مش عارفين فلان قال لي من أربع شهور فلان قال لي من ستة شهور نأكل الطفل نبدأ نقول بسم الله الرحمن الرحيم كده ونتكلم على التغذية السليمة طيب خلينا ناخد أبو إياد وبعدين نبدأ عن التغذية السليمة أبو إياد أهلا بيك أهلا بيك أهلا بيك اتفضل أنا أحب أشترك الدكتور أحمد جدا 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 وهو مش حبيب الأرطال بس والله أشكره جدا وفرحان أن أصبت على الشاشة جدا والله شكرا جزيلا لك يا بو إياد في أي استفسار يا بو إياد لا تسلمني والله كل الشكرة يا بياد شكرا جزيلا لك يا بياد شكرا لك محببناك كتير يا دكتور أحمد شاء الله شاء الله خد الجو خلاص من البرنامج لا يا دكتور خلي هو بدي أدخلنا مع بعض طبعا والعاملين في البرنامج طبعا جدا ربنا كده بك احنا نكلم عن التغذية التغذية يا جماعة بس ناخد كده بدايات التغذية ونخصص للتغذية العلاجية ان شاء الله بإذن الله بإذن الله بص يا جماعة نقول واحدة واحدة ابنك لو هو بيرضع طبيعي فقط لغير والرضاعة الطبيعية كويسة جدا كويسة جدا ووزن الطفل كويس يبقى انت بدأي دخلي التغذية من عند 6 أربعة ل6 شهور الابحاث الجديدة الامريكية المؤكدة ان انت لو دخلت الغذاء بدري كويس لحاجتين ايه هما انا ما بأكل انا بدخل اكل بدري انا بولد بولد جهاز مناع جديد ان هو يضرب اي غذاء لو في اي مشكلة يبقى انا استفدت ان معايا جهاز مناع مكتسب ده اول نقطة ومبدري تالي حاجة ان انا لو بدأت اأكل بدري طبعا هعرف ان انا هعمل تدريج يعني انا مثلا هأكل حاجة معينة وهقعد خمس ايام اكل حاجة تانية لعمل فاصل ما بدل اكل او نوع الاكل اه بالزبط فاعرف ايه اللي حصل من حساسية لده ولا لده يفضل اننا نبدأ الاكل تماما عند 4 ل 6 شهور تمام طيب الطفل ده ليه بقى اقول 4 ل 6 شهور عشان اللي احنا قلنا عليه كمان لو وزن الطفل بدأ عليه ضعف وزنه اثناء الولاد معنى ان الطفل ده تولد 3 كيلو وجاء عند 4 شهور 5 شهور من 4 ل 5 6 كيلو يعني الضعف ابدأ ايه اكلي على طول ابدأ اكلي على طول الطبيعي اثناء الولادة يفضل ان انت تبدأي تأكليه كويس تمام انا ببدأ التدريجي من 4 ل 6 شهور اول حاجة لازم اقول يبقى 3 4 شهور ممنوع اننا نبدأ اي حاجة حتى المية الناس بتسأل على المية اشرب امتى الطفل انا عاوز اقول اللبن بتاع حضرتك او اللبن الصناعي بيحتوي على 75% من المية طب امتى اشربه بقى خالص لو الجو حر قوي ببدأ ادي له ايه مثلا 1 سمت مية او هكذا يبقى انا مدخلش المية لبعد 3 شهور ده اول نقطة عاوز اقول قبل ما ناخد تاني نقطة عشان اسوزي شايماء اهلا بيك وعليكم السلامة ممكن اكلم دكتور احمد اهلو سلام زي حضرتك تمام الحمد لله بس حضرتك انا عندي طفلة لسه مولدة مكملتي جهر هي بترضع سنوعي تمام بس اه دكتور بترجع بطريقة فضائعة قوي يعني الترجع بتاعها بترجع كأنها بتدلق اللي في بقاها كده اه يعني كل فترة مثلا كل يوم يومين بس الطريقة مش بتقدر تتنفس خالص والنفس بتاعها بيروح تمام وبتزرق بقى وحصل معها الحكاية دي كذا مرة وروحنا الدكتور عمل لها تنفس صناعي وودها حضنا وكذا دكتور يقول لها تنية كويسة مش فيها حاجة بس انا مش عارفة هي بيحصل لها كده لما بتجي ترجع بتقطع النفس خالص يا دكتور تمام انت بتقولي لبن صناعي فقط لغير صح؟ او سويس لك وان تمام نوع اللبن نوع اللبن او ايوا دان سويس لكتور يعني كذا رحنا لكذا دكتور يقول هي كويسة مش فيها حاجة وهي هتفضل كده لمدة 6 شهر طب ايه اللي فيها يقوله مش يعني في دكترة بيقولك هي هتفضل كده وفي دكترة يقولك يعني مش اتنظفت كويس عشان هي كانت شربة يعني حصل الولادة الحاجقة كده وشربت من المي ده كانت في بطني تمام بص يا استيزة شماء ايه يا دكتور عاوزة تقولي اي حاجة تانية انا عاوزة اسألك بس بعض النقطة المهمة في الموضوع ده اتفضل اول حاجة الطفل الامورة دي في اسهال كتير ولا حاجة؟ لا يا دكتور هو الحمام بتاعها طبيعي وعادي حمام طبيعي تمام هل في التهابات مكان البامبرز او التهابات عند الرقبة وما بتروحش مثلا بالمرايب ولا اي حاجة؟ لا لا هل في احمرار نحية الخدين باستمرار؟ لا بارد لا تمام انا ليه باسأل كده لان احنا الوقتي لو في حساسية لبن هنسأل عن الاسئلة اللي انا قلتلك عليها دي قلتلي لا خلاص؟ لا هي مش بيحصل لها كده خالص هتا يعني يبقى كادرة كتير ويقولوا ان هو اللبن كويس تالي حاجة مفيش حاجة اسمها ان ما تشفطش كويس او ان هو مثلا شربة كتير يبقى هو ده السبب ان الارتجاع هيبقى مرة او مرتين ومعادش هيحصل حاجة من دي تمام وزنها دي وزنها دي يا سوزي شايماء هيا دلوقتي بيقولك ان هي اربعة بس يعني اللي يشوفها بيقولت ان هي اربعة خالص ماشي بس هي اربعة او بس هي اربعة انا 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 هفهم انت يعني زعلانة ان هي ما بترجع الترجاع بتاعي ببقى دافئة قدام والبت بتتخنق من الترجاع ده مش كده؟ ايوه اعمل ايه؟ بس يا سوزي شايماء انا بشكر اشوف رجزينا لاتصالك اسمعينا من خلال الشاشة دكتور رحمد هيجعب على حركة بس يا سوزي شايماء انا سألت النقطة المهمة دي عشان ممكن يبقى نوع اللبن هو سبب ايه؟ اطمن على نوع اللبن مش حاسية من نوع اللبن اللي اتاخده كويس تاني حاجة انا بقول ده ارتجاع طبيعي فعلا بس في بعض الاطفال بيبقى الارتجاع ده جديد شوية فانا بقول وقتا ما بترجع دايما رفعي الطفل ده ابعديه ماشا ما تخنقهوش واما بيجي يرجع ابعديه يحطه في مكان فيه تهوية وليه بالطفل على بطنه؟ ليه بالطفل على بطنه؟ تمام وخبطي شوية عشان ما يحصلوه صعوب التنفس خمس خبطات على الضهر كده؟ عشان ما يحصلوه صعوب التنفس او حيس هزا هيفضل لحد امتى؟ ست شهور لاتنشر شهر ست شهور لاتنشر شهر شو الله المشكلة دي ممكن انا لو فكر يا دكتور خالد قولنا في الحلقة السابقة ان الارتجاع ده بنسميه نورمال ست شهور لاتنشر الا اذا الوزن تقصر هل هو الوزن اربعة كيلو اه فيش اي مشاكل تانية انت بتقولي انا خايفة يكون مثلا الطفلة دي شربت لان الولادة كانت بسرعة او فاجئة هيا حصلت الولادة طريقة او حاجة هيحصل اه ماشا هيحصل ترجيع بس مرة مرتين تلاتة عشان تطلع اللي بتقول عليها الشربو ده انما انا رأي ان انت تاخدي حاجة ضد الارتجاع اي دواء ضد الارتجاع وتتابع الدكتور المختص ولو في اي حاجة كلمينه على الوزن اي مشاكل بس بطمن حضرتك ان دي مؤداء ارتجاع طبيعي وارد الاطفال من ست شهور لسنة بيخلص تماما وتابع الوزن بتاع الطفلة باستمرار كويس نرجع مرة تانية للعملية الغذائية كنا منتكلم ان الام ما تديش الطفل المياه ناخدها خط وخط ما تديش المياه الا بعد ثلاث شهور لان اللبن الام او اللبن الصناعي بيحتوي على 75% مياه اما ابدأ اما ابدأ الاكل ببدأ تدريجي من اخر الشهر الرابع فانا بقول للام من اخر الشهر الرابع ابدأي اكلي هذا الطفل لان النقطة اعملي فاصل ما بين اكله واكله تعملي فاصل خمس لسبعة ايام لحين ان الطفل ده بيستجيب للنوع ده يستجاب كويس او حصله حساسية عشان احدد لو الطفل ده حصله حساسية للمادة دي يبقى انا عرفت ان فيه حساسية للمادة دي طب هاملعها او هاملعها وارجع لها فيما بعد هبدأ ادي حاجات احنا بنسميها بنسميها ايه فليوت سيمي فليوت سيمي سولد سولد يعني ايه سائل حاجة سائلة الاول بندي حاجة سائلة وبعد كده حاجة مص جمدة وبعد كده حاجة جمدة تدرك فيه الاكل اللي الطفل اه سريعا عشان نقطة الحلق سريلار امح ارز خضار مناسب تفاح مسلوق مفيش اي مشاكل موز مفيش اي مشاكل ده في الاول من ست لسبع شهور تمام هتبدأ تدي بطاطس مهروسة مفيش اي مشاكل وهتدي شربة خضار حاجة لينة وبتدي جزر تمام ده مناسب جدا ممكن تهرس الكوسة الكوسة مهمة جدا على فكرة انها ماردة بتعمل مرونة في البطن تماما تاني حاجة ان الكوسة تحتوي على مناعة بتدي الطفل مناعة قوية والحاجات ده تهرسها لان انا قلت ان احاوزين حاجة مهروسة عند من سبع لثمان شهور نبدأ ندي مثلا لصنع صفور صدر فرخة او ضهر سمكة مشوية بتعملها في الخلاط وتبدأ تأكله النقطة من تمانية لتسع شهور بتبدأ تدي صفار البيض وليس بيض البيض ده مهمة جدا عند تسع شهور لعشر شهور تبدأ تنتقل تدريجي الى الوضع الطبيعي بتاعنا النقطة اللي انا اعاوز اقولها سريعا ممنوع ان انا ادي عسل او سكريات او موالح خلال السنة الاولى للطفل مهمة جدا مهمة جدا بتقولك الطفل ده ما بيأكلش مثلا الخضار ده او الجزر ده او البطاطس حط يا بنتي شوية فلفل او شوية حاجات عشان ايه يستطعمها لا لا غلط تاني حاجة حضرتك يا ستة الكل لازم تعرفي ان مش الطفل مش هيكل كل حاجة او احنا بندي بنعرف الطفل ان فيه نوع اسمه كذا يعني السنة الاولية بنعرفه فيه ابني فيه نوع اسمه كذا فيه نوع اسمه سريعاك قرص فيه نوع اسمه سريعاك قرص فيه حاجة اسمها تفاح يعني وارد جدا ان الطفل ما يكلش كمية كبيرة ده ممكن ياخد معلاء صغيرة خلال اليوم لانه قولنا ان معادته صغيرة صغيرة جدا بس انا بقولي بداي بدري عشان الطفل ده يعرف ان فيه انواع كذا وبالتالي نعرف ان هل فيه حساسية المادة معينة ولا لا تاني حاجة الطفل ده لو انت مشيت كويس هيبقى عنده سنتين تلاتة مش هتقولي ده ما بيأكلش لحمة ده ما بيأكلش فرخة ده ما بيأكلش كذا اتعود من البداية اتعودنا تجريجي كويس دكو رحمد وقت الحلقة للأسف يعني انتهى ايه الرسالة اللي دكو رحمد في نهاية هذه الحلقة يحب يقولها لمشاهدين برنامج حبيب العيال انا بقول يا ريت يا جماعة اكون افت حضراتكم في موضوع الطفل حديث الولادة ومراحل تطوره منذ الولادة لحد سنة يا ريت اكون جاوبت على الاسئلة الكتير اللي انا عارفها اللي هي فيه ازها نقب تاني حاجة لو فيه اي حد محتاج اي استفسار يبعتلي على رقم الواطس وانا تحت عمر اجاوب عليه بعد كده احنا خلصنا موضوع الاطفال حديث الولادة ان شاء الله هنستدرج لمواضيع الاطفال بداية بالموضوع المهم ان شاء الله في الحلقة الجاية الا وهي دكتور ابني بطنه بتوجعه مش عاوز يأكل بطنه بتوجعه من ناحية السرة من ظهره عنده شكة في صدره ايه السبب ان خايفة طولة المتفعول ياخدها ولا لا كل ده بإذن الله نتكلمه في الحلقات ان شاء الله القادمة عن مواضيع الاطفال وشكرا لكم جميعا واتمنى ان نكون على حصن ضمنكم ان شاء الله دكتور رحمة سلام اخصاتي بالاطفال حديث الولادة انا مشكورك شكرا جزيلا الشكر موصول لكم ايها السادة المشاهدين طبعا بأعتزل لكل الناس اللي كانت حابة التواصل معنا في هذا الناس منظرا لكثرة الاتصالات ما قدرتش ياخد كل الاتصالات في هذه الحلقة ان شاء الله تبقونا في حلقات قادمة اخرى من برنامجكم برنامج حبيب العيال وإلى ان نلتقي بكم مرة اخرى لكم من كل التحية والتخدير انا خالد صاري سلام الله عليكم ورحمته وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة